موسيقى مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الحياة حيث أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أمس فورا في التحقيق بحادث مجلس العزاف صنعاء بمشاركة خبراء مستقلين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوضحت في بيان أنها ستزود فريق التحقيق بما لديها من بيانات ومعلومات تتعلق بالعمليات العسكرية المنفذة السبت في منطقة الحادث ومحيطها أما في صحيفة عكاد فأشارت إلى ما قاله نائب الرئيس اليمني بأن عددا من ضحايا تفجيل الصالة الكبرى في صنعاء من أتباع الشرعية وحزب المؤتمر وطالب مصدر في الرئاسة اليمنية في اتصال أجرته معه عكاد بالتعجل بالتحقيق في الحادثة مؤكدا أنها استهدفت قيادات مؤيدة للشرعية وأخيرا من صحيفة الوطن التي أشارت من خلال مصادر إعلامية يمنية بأن أصابع الاتهام تشير بقوة إلى جماعة الحوثيين الانقلابية بالوقوف وراء إطلاق الصاروخين الذين أدّى إلى تدمير القاعة التي كانت مكتضة بالمعزين مشيرا إلى أن غياب عدد من قادة أو العديد من قادة الجماعة الانقلابية عن مكان العزاء يثير التسأل ولمناقشة أبرز ملفاتنا الصحفية لهذا اليوم أرحب بضيفي من المدينة المنورة عبد الرحيم الحدادي الصحفي في صحيفة المدينة حياك الله عبد الرحيم وسعيدين بتواجدك معنا الله حياك أستاذ سعد حياك الله كل سنة طيب أنت والمشاهدين والأخفاله وأنت بصحة وعافية عبد الرحيم طيب خليني مباشرة أبدأ معك وأسألك عن كيف وجدت تناول الصحف لضحايا تفجير الصالة الكبرى في صنعاء أمس الأول طبعا جميع الصحف المنوكة السعودية تناقلت هذا الحدث وهو حدث يعتبر إرهابي طبعا ليصبح في مصلحة إيران في المقام الأول وبالتالي صفق له جماعة الحوثي والمخلوع صالح واستهدفوا الصالة في توقيت لم يكن في الحسبان ولكن السؤال يطرح نفسه أستاذ سعد والأخوة المشاهدين الصاروخين عندما اتجهت إلى الصالة أين المقاومات أين الجيش أين القائمين على أمن اليمن خاصة في صنعاء بتفجير الصواريخ قبل أن تصل إلى هدفها هذا اللي يطرح هنا تساول على كذا سيكون هناك عدة صواريخ ستطلق وعدة انفجارات سنسمعهم ونشاهدها وعدة ضحايا أيضا ولكن إيران الآن هي المطبلة الوحيدة لهذا الموقف طيب لو سألتك صحفيا التعاطي مع هذه الحادثة كيف شفت تعاطي الصحف معها في تغطيتها لهذه الحادثة بالنسبة طبعا أشوف أي أخبار زي هذه الصور تحكي الواقع عندما تفرد صور لضحايا تفرد صور لموقع الحدث يكفي عن السرد والكلام اللي يطرح ولكن جميع الصحف تداولت بالطرح وأيضا عكاذة والمدينة وبعض الصحف بدون استثناء قامت باتصالات للسفارات والمسؤولين في اليمن وطرحوا كل آراهم وبالتالي خرجت كل صحيفة بما تتميز عن الصحيفة الأخرى جميل عبد الرحيم إذا كان فالح جاهز معي أو أنتقل إلى الموضوع الآخر الزملاء طيب ينضم معي الآن من الدمام الصحفي فالح الصغير حياك الله فالح وسعيدين بتواجدك معنا حياك الله يا أخي والأخوة المشاهدين والأخوة عبد الرحيم أهلا بكم أهلا بك طيب مباشرة خليني أسألك عن التعاطي الصحفي لضحايا تفجير الصالة الكبرى في صنعاء أمس الأول كيف شفت الصحف في تناولها لهذا الخبر أولا هذا عمل إجرامي لا تقوم به قوات التحالف كما هو واضح وتعاطي الصحف والتعامل مع هذا الحدث هو أنت الآن تواجه المملكة حملة علامية شريسة تقودها معروفة يعني تقودها إيران في كل الاتجاهات ولا يستبعد عن تكون هذه العملية ضمن البرباقندا الإيرانية ومن معها ولذلك نراحظ الإعلام الموالي لإيران أخذ منذ العملية منذ التفجير كأنه يعلم سابقا أن هناك حدث ولذلك توجيه اتهامات وتصريحات من مسؤولين إيرانيين ومن معهم في لبنان في العراق في سوريا في كل هذه التصريحات تنبئ في شيء يعمل خلف الكواليس خلف الكواليس نعم ولذلك لا بد للصحافة والإعلام عموما أن يكون هناك تعامل قوي ورد على هذه الحملة لأنه هذه والتحالف طلبت وأكدت أكثر من مرة أن تحقيق لجنة تكون عادلة للتحقيق في العملية فلذلك لا بد سواء الإعلام هنا بكل مكوناته أن يواجه هذه الحملة أن يثبت ذلك وهذا ما حدث نلاحظ عدد من الصحف بدأت في التعامل مع الحدث بهذه الطريقة هناك تصريحات نلاحظ أيضا تصريح نائب الرئيس اليمني قال تصريحا جيدا ويجب أن يكون هناك متابعة في كل الاتجاهات لهذا الحدث للتصدي ولكشف الحقائق لأنه اليوم صباح اليوم البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن صاروخين أطلقهم الانقلابيون إلى البحر إلى مدمرة أمريكية في البحر في قبالة السواحل اليمنية وأيضا أمس هناك صاروخين أطلقوا إلى مأرب وإلى المملكة العربية السعودية كل هذا يؤدي ويثبت أنه لا بد من التعامل الإعلامي القوي والمؤثر في هذه العملية لأن هذه عملية خطيرة تؤثر على المسار وتؤثر على المسار في الداخل اليمني إذا كان هؤلاء الانقلابيون وجماعة المخلوع فلا بد من التحرك القوي والفاعل الإعلامي وأيضا من كل الاتجاهات العسكري وكل المسؤولين ومن يعلمون جيدا أنه صالح العمل والشرعية والحق جميل جميل فالح إذا نغلق هذا الملف وننتقل الآن إلى ثاني ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة عكاذ حيث وصف السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتين قانون العدالة ضد الإرهاب جاستا الذي يقره الكونغرس أخيرا بأنه خدعة أو خدعة لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر وقال في تصريحات نشرتها صحيفة أمريكية على موقعها الإلكتروني أمس أشعر بقلق أكثر على تأثير هذا التشريع على الولايات المتحدة الأمريكية مضيفا أن نتائج هذا التشريع ستكون أكثر ضرر على الولايات المتحدة عبد الرحيم من المدينة لو سألتك لازلت الصحف تتابع تداعيات قانون جاستا رأيك فيما قدمته صحيفة عكاذ اليوم بالتركيز على الجرائم الأمريكية في العالم بالنسبة لجاستا الذي طلع علينا فيه قبل أسبوعين وتداول جميع الصحف السائل الإعلام العالمية وأيضا عندنا في الموقع البيت السعودية أنا بس أل السؤال من المشرع لهذه المحكمة؟ من هم القضاء؟ من هم الذي سوف يقومون بإصدار الأحكام للدول والتهم توزيع التهم هنا وهناك على أن هناك دولة معينة أو بلد معينة تتبنى الإرهاب؟ من هم؟ من هم اليهود؟ من هم اليهود؟ يهود إسرائيل من الدعم بقضية إسرائيل؟ المرحبية السعودية المرحبية السعودية هي الوحيدة التي دعمها بقوة منذ 47 سنة وهي تدعم قضية فلسطينية فبالتالي يبحثوا على أي مخرج أو أي التهمة لكي يتهم في المرحبية السعودية فوضعوا المحكمة جاستا لأن المرحبية السعودية متهمة في أحداث وهذا الكلام غير صحيح عبد الرحيم لكن خلينا أسألك عن تعليقك على تصريح السفيرة الأمريكية السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون يقول بأن هذا القانون هو خدعة لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر شاهد منهم فيهم أستاذ سعد شاهد منهم فيهم يعني هذا يشهد عليهم يعني الموضوع هذا غير حقيقي ولا فيه أي نزاهة ولا فيه أي أمانة وبالتالي ستفتح أمريكا جبهة ما لها مخرج منها في حالة بأي دليل تتهم جميل عبد الرحيم إيش أن تدلي عندك تتهم من السعودية أو الدولة الفلانية دولة فلان هي اللي ما قامت بالإرهاب جميل السعودية أول من حاربت الإرهاب منذ عهد المغفور لله بإذن الله الأمير نايف عبد العزيز والمملكة لها تاريخ طويل مع مكافحة الإرهاب والحرب على الإرهاب بكل تأكيد خلي روح الفالح الصغير في الدمام فالح لو سألتك عن تداعيات قانون جاستا أصبح يطرح بشكل مستمر في الصحف العالمية والعربية السؤال هنا إلى أي مدى ترى اهتمام الصحف المحلية بمستجدات هذا الملف بس تسمح لي أخ سعد في تسمح لي في موضوع التطرق إلى الطرح الذي طرحته عكاظ والتعامل المهني الصحفي في عكاظ لهذا الحدث لقانون جاستا نعم للتصريح نلاحظ أن الإخراج واستخدام الصورة واستخدام العنوين حقيقة عمل صحفي جيد متميز جذاب خاصة في الصفحات متميز خاصة في الصفحة الداخلية الصفحة المفردة الكبيرة باستخدام الصورة وهذا هو العمل الصحفي الذي يؤثر طبعا إضافة إلى المضمون المادة أن تكون مصاغة صياغة جيدة قادرة على أن تكون للمتلقي لها دور في التأثير عليه هذه نقطة بالنسبة للجاستا جاستا كما هو واضح الآن الواشنطن بوست قبل فترة قبل أيام انتقدته بشدة وانتقدت حتى عضاء الكونغرس بشدة ولذلك إذن هناك أصوات في الصحافة الأمريكية فالح تنتقد هذا القانون يعني الصحافة الأمريكية أقلام كثيرة تتحدث بلغة شديدة بلغة انتقادية لهذا القانون نعم حتى السفير الآن السفير السابق اللي في الأمم المتحدة هذا هو معروف عنها الحدة فيما يطرح حتى عندما كان مندوبا أو في الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أعتقد هذا هو الشخص فلذلك جاستا هو يضر أيضا كما هو واضح يضر بأمريكا نفسها لأنك تفتح جبهات على الأمريكا على العمل في أفغانستان في العراق في سوريا في أماكن كثيرة يعني لا تعلم كيف اتخذ هذا وأي تفكير اتخذه هذا الحكم وهذا القانون فهذه هنا المشكلة لكن يبقى يبقى المهم أن تتعامل الصحافة العربية بكل بكل فئاتها حقيقة الإعلام العربي يجب أن يقف ويوضح ويؤثر ويكون لتواصل تواصل داخل الإعلام الغربي والإعلام خاصة الإعلام الأمريكي الصحف البريطانية ومسؤولون بريطانيون وفرنسيون انتقدوا أيضا هذا القانون فلذلك لا بد من التكاتف ولا بد من أن يكون للعرب وهذه آمال وأمنيات من زمان منذ عقود أن يكون لها قوة إعلامية داخل الولايات المتحدة بالذات وفي الدول الغرب طبيعي لا بد من التحرك الآن الزمن حتى الزمن الإعلامي يا أخي يا عزيزي الزمن الإعلامي الآن التطور التقني السريع اختلف يجب استثمار هذا الإعلام الجديد في التأثير على الرأي العام الآن في دراسات أنه أنه توزيع الصحف الورقية حتى في الغرب حتى في أمريكا الإقبال عليها قل كثيرا ولذلك التأثير التأثير في الإعلام في الإعلام الجديد بكل تأكيد يا فالح كلام جميل من استثماره والاستفادة منه بكل تأكيد نغلق هذا الملف وننتقل الآن إلى خبر آخر من صحيفة الحياة التي أشارت بأن قضية التكافؤ النسب خسرت أمس أولى جولات إعادة النظر في حكم تفريقها عن زوجها بعد حكم قاضي محكمة العيين المتضمنة التفريق وذلك في جلسة أخيرة عقدتها المحكمة أمس بعد سلسلة من جلسات إعادة النظر في القضية أما في صحيفة عكاب فحصلت على معلومات من خلال مصدر مقرب من الزوجين ذكر فيه أن الزوجة ترفض تماما العودة إلى أهلها وأنه في حال تم تصديق الحكم فإنها ستلجأ إلى دار الحماية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأخيرا أبلغت مصادر عدلية صحيفة الوطن بأن الحكم بني على وجود التغرير والتدليس في العقد وهو ما يثبت معه الخيار للولي طبعا اعذرنا المشاهدين أقرأ بشكل سريع وأتمنى كذلك من ضيوفي أن يكون تكون تعليقاتهم مركزة ومختصرة لكي نكسب الوقت ونأخذ صحف كثيرة عشان ما يزعلون علينا الصحفيين طيب قلن نروح لعبد الرحيم في المدينة عبد الرحيم تكافؤ النسب هي من القضايا المثيرة للجدل أي من الصحف الثلاث تناول هذه القضية بشكل مهني الكل طرحوا بشكل مهني ولكن عكاد تميزت عكادة والوطف والله ناس يا أستاذ ساعد اللي التقوا بالعروسة أو بالنصاح الزوجة نعم عكاد وقالت أنه لن تعود نعم في صحيفة عكاد طرحت لأنه لن سندت نعم لأن سألت الكلام إلى الجهة المعنية بالحدث نفسه ولكن أستاذ ساعد ومشاهدين دعونا بعيد عن النسب ومن نسب الطرح دائم يطرح إعلاميا بما يجد له نفسه والصحفي بما يوصل من المعلومات الآخر ولكن السؤال أستاذ ساعد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وجعلناكم شعوب شعوب نقابل يتعارفوا إن أكرمكم عند الله تقاكم ورسول صلى الله عليه وسلم في حديث حق الزوجين ومقال تنكح المر إلى أربع لنسبها وجمالها ومالها ودينها فضفر بذات الدين ثربت يدك لكن نجي الآن على وضع بزورة وأسرة وبعد كم سنة نقول النسب ومن نسب والكلام هذا يعني العنصرية هذه والطارح هذا الحقيقة إعلاميا أنا ما أشوف النجدي ما أشوف النجدي وفي نفس الوقت القضاء لابدوا كلهم نظرة في هذه العملية كون أنا متزوج من إنسان وبعد كم سنة وطرحوا طاشق ما طاشق وكذا في المسلسة قبل عشر سنوات وكنا والله نقول مصحي هذا كلام ولكن أتضح الآن فعلا إنه واطع وصحيح فيه محاكم وفيه وقضاء يفرقوا بين الزوجين نسب ما نسب يا أخي طالب إنه مسلم ومؤمن ويصلي ويدي الفروض ويصوم ما أتفرق بينهم إلا في حال إذا أثبتت الزوجة على زوج إنه لا يصلي هنا وبشهود وليس كمان مجرد بس كلام ولا ضغينة وحقد ولكن بأربع شهود يزكوا إنه فعلا لا يصلي ولا ولا وينكر الصلاة هنا الطلاق وجب من القاضي ولكن نسب وما نسب وقبائل وكلام هذا الحقيقة إعلاميا يؤثر علينا في بلدنا مولوك العربية السعودية ولكن من ناحية الطرح لجمع الصح فضل وهذا الكلام الذي أنت ذكرتني عذرا عن المقاطعة يقودني إلى تساؤل دعني أروح الألفال عشان ضيق الوقت فالح لو سألتك الهدف من نشر مثل هذا النوع من المواضيع في الصحافة هل تتوقع أن هناك رسالة معينة يراد إيصالها للقراء لا هو طبعا أنت كصحفي في حدث أمامك حدث نعم أنت سعد إعلامي صحيح أمامك حدث ومامك حدث مقروء بغض النظر هو طبعا لابد زي ما قال الله عبد الرحيم لا نركز على هذه القضايا لأننا نحن ولله الحمد كتلة واحدة كلنا واحد فلذلك أنه التركيز عليها القصد هو في التركيز لكنه كحدث أنا أتعامل مع الحدث يعني شوف الوطن تعاملت معه حتى باستخدام الصورة باستخدام العناوين الفرعية باستخدام كل هذه المؤثرات المؤثرات بين قلسين المؤثرات الصحفية التي تبهر التي تجذب فهذا هو أنا أتحدث كأعلامي وكصحفي أتحدث عن تعامل المهني مع الحدث النسب هذا لكن في نقطة أيضا أنه القاضي الحكم ليس على النسب لأنه هنا أبي أخذ تعقيبك أبي أخذ تعقيبك يا فالح على أنه مصادر عدلية تقول بأن الحكم بني على وجود التغرير والتدريس في العقد تعليقك على هذا الكلام بس بشكل مختصر تكفيه فالح هل هو على النسب أو على التغرير والتدريس هذا هو ونلاحظ أيضا أنه الزوجة رفضت رفضت تعود نعم تبقى مع زوجها على العموم على العموم القضية واضح أنها طويلة وبيكون فيها متابعات صحفية بكل تأكيد في قادم الأيام نعم أتمنى صراحة من الصحيفة التي نشرت الخبر اللي هم الحياة وعكاب أن يستمروا في متابعة هذه القضية لإضاحة الحقيقة للقارئ وكذلك للمشاهد هنا في طبعة المشاهد نقلق هذا الملف وننتقل إلى خبر آخر من صحيفة المدينة التي نشرت آلية شركة المياه لإيقاف إصدار أي فواتير خاطئة حيث أعدت شركة المياه خطوات تطويرية شاملة لإصدار الفواتير من أجل إيقاف إصدار أي فواتير خاطئة بشكل نهائي كما أعدت حقوق العملاء الشاملة وأصدرت لائحة متكاملة بهذا الخصوص عبد الرحيم من المدينة سؤالي كيف وجدت الخطوات التطويرية الشاملة لإصدار الفواتير التي عدتها شركة المياه أولا أنا أهل الزميد طبعا أنا شهادة مجروحة في هذا الموضوع سعيد الزهراني من الطايف اللي طرح هذه المادة تعتبر انفرادا صحيفة المدينة إذا تصحح انفرادا نعم لأن تابعت صحيفة المدينة نشرت الآلية لهذه الفواتير نعم ولكن السؤال يطرح نفسه أستاذ سعد هو لماذا الأخطاء كيف أخطاء في عصر التقنية وفي عصر برامج عندنا وعندنا كنبيوت وعندنا فين الأخطاء خطأ المدينة فاتور تقول عليك فاتور ألف ريال ألف ريال وأنا لا أستخدم في السنة وكلها مئتين ريال معنى في حاجة خطأ عندهم ولكن بالنسبة للطرح لصحيفة المدينة وانفرادها للمادة واجتهاد الأخطاء السعيد الزراني فيها جدا رائع ويشكر عليه الحقيقة طيب دعنا نروح الفالح فالح تعليقك على هذه المادة طبعا كل التحية للزمنة في صحيفة المدينة على هذه الانفرادة والسبق الصحفي في نشر هذه الآلية أشيري لكاتب الخبر والأخ سعيد الزراني هذا دائما ينفرد بأخبار جيدة حقيقة وفي الطايف ليس في مركز الرئيسي أو في الرياض فهذه تسجل دائما هذه السبق الصحفي اللي عاد التعامل الصحفي مع أيضا في المدينة نلاحظ استخدام الصورة واستخدام الرسمة واستخدام العنوين بالألوان باللون الأحمر والانفراد هذا والبارزة تكون فهذا هذا تعامل إخراجي جيد والمضمون أيضا جيد وهو طبعا لأنه سبب انفردت فيه كما هو واضح انفردت فيه المدينة لذلك أنه أيضا المدينة ويمكن نلاحظ في الفترة في الأيام القادمة أن هناك متابعة من صحف أخرى والمدينة من المؤكد أنها ستتابع سواء من خلال الأخ سعيد أو من خلال محررينها ومكاتب المتشرين في الداخل في المملكة العربية السعودية العنوين أيضا جيدة لأنه هذه قضية قضية تهم الناس يعني قضية تمس جيوب الناس فواتير ولذلك لا بد من الحرص والحذر في التعامل معها من الجهة المسؤولة طبعا في التعامل مع هذا الجانب الجانب المعيشي الجانب الذي يمس جيوب الناس يمس مصروفهم يمس دخلهم لأنه ليس معقول فاتورة كما حدث في الفترات سابقة تصل إلى مبالغ كبيرة إن شاء الله يتم الانتبال لهذا الموضوع كان معي من الدمام عذرا الوقت ضيق الصحفي فالح الصغير شكرا جزيلا لك كذلك شكر موصول لعبد الرحيم الحداد الصحفي من صحيفة المدينة من المدينة المنورة شكرا لك عبد الرحيم شكرا شكرا سيد سعد وصلنا إلى نقطة النهاية في طبعة المشاهد غدا في نفس الموعد لنا لقاء في أمان الله شكرا شكرا